أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي في تصريحات خاصة لأكترا نيوز أن حضور الرئيس السيسي لجلسة المرأة في منتدى أسوان يعكس اهتمامه بقضايا المرأة في مصر وأفريقيا خاصة أن الجلسة ناقشت دورها في إرساء الأمن وإسكاة النزاعات بالقارة من جانبه أكد مدير المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة معز دوريد أن الجلسة عكست أهمية دور المرأة في المشاركة في عمليات السلام فدور السياد رئيس الجمهورية لهذه الجلسة بيعكس أهميتها واهتمام سيادته بقضايا المرأة ودورها في أفريقيا بالإضافة طبعا الاهتمام ودورها في مصر كان فيه هذه الجلسة الحقيقة مداخلات مهمة جدا من رئيس الجمهورية سابقها في أفريقيا وعدد كبير من الدول الأفريقية التي كانت ممثلة بوزيرات ورئيسة وزارة سابقها في ناميبيا وغيرها من الدول والحقيقة كانت الجلسة بتتكلم عن أهمية أن يكون للمرأة الإفريقية مكان على مواد المفاوضات الخاصة بالأمن والسلم وإسكاة النزاعات والحد من الحروب والنزاعات في القارة لأن الحروب والنزاعات بتقضي على كل ثمار الدمية مصر ممثلة من خلال رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مورسي عرضت ما حققته مصر من إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء من خلال إسهمها يعني الساحة السياسية أو إسهمها في المبادرات المختلفة ولتعزز توابتها